زملائي زميلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود اليوم لمناقشة الموضوع الذي سبق أن تطرقنا إليه في الأجزاء أو الحلقات السابقة والتي وصلنا الآن إلى الحلقة الأخيرة أو الجزء الثامن الموضوع المتعلق بمناقشة قانون 1640 المنظم لكراء المحلات والعقارات المخصصة لاستعمال تجاري أو الصناعي أو الحرفي وكما قلنا في الحصة السابقة أو الجزء السابق فإننا سنتناول اليوم مقضيات المرتبطة بإنهاء عقد كرة المحلات المعدل لاستعمال تجاري أو الصناعي والحرفي أو ما يعرف بمستارة دعوة المصدقة على الإنذار فكما سبق أن تناولنا في العديد من النقاشات التي كانت في الأجزاء السابقة فإن القانون الجديد أتى بمقتضى عكس ما كان السائد في القانون السابق أي ظاهير 24 ماي 1955 مقضيات تنص على أن المبادرة فيما يخص إنهاء عقد كرة المحلات المعدل لاستعمال تجاري أو الصناعي والحرفي تعود للمكري عكس ما كان السائدا في الظاهير السابق أي ظاهير 24 ماي 1955 والتي كان في المكتري فقد دوره التجلى في عدم أو رفض تجديد العقد من خلال توجيه الإنذار في حين أن الإجراءات القضائية أو اللجوء المحكمة كان يقع على عاتق المكتري من خلال سواء دعوة الصلح دعوة الفصل 27 آنذاك أو دعوة بطل الإنذار والمطلب التعوذ أو ما يعرف دعوة فصل 32 في حين أنه في القانون الجديد ربما نص على أن مبادرة إنهاء العقد الكرة يقوم بها أو تكون على عاتق المكري وفق الإجراءات المنصوص عليها في مقضيات المادة 26 وبعده من قانون 16-40 إذن فالمكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية بالنسبة للكرة المنظم في طار قانون 16-40 هي بطبيعة الحال الكراء التي توفر فيه شروط المنصوص عليها في مقتضيات الباب الأول من هذا القانون والتي سبق أن تطلقنا إليها بطبيعة الحال عندما يصبح هذا الكراء خاضع له هذا القانون فلا يمكن إنهاءه أو وضع حد له إلا بسلوك الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وهي إجراءات أو مقضيات أميرة لذلك فإن المكري الذي يرغب في وضع حد لعقد الكراء فهو ملزم بتوجيه إنذار للمكتري وهذا الإنذار يشتريت القانون أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط القانونية أو مجموعة من المقضيات أولها هو أن الإنذار الذي يوجهه المكري المكتري من أجل وضع حد للعلاقة الكرائية ينبغي أن يكون مسبب معنى أن يتضمن السبب الذي على أساسه يريد إنهاء أو وضع حد لهذه العلاقة الكرائية فمثلا إذا أراد أن ينهي العلاقة الكرائية على أساس أن المحل أي للسقوط أو أن هناك تماطول أو أن هناك رغبة في الهدم وعادة البناء فهنا بغي أن يسبب الإنذار بسبب من هذه الأسباب النقطة الثانية أو الشرط التالي الذي نص أو نصة مقضيات المادة ستعشي من ضرورة توفره لكي يكون الإنذار منتج لأطاره القانونية وهو التنصيص على أجل معين داخل الإنذار والفصل أو القانون نص على أجلين أجل خمسة عشر يوم وأجل ثلاثة أشهر بالنسبة للأجل الأول وهو يتعلق بالإنذارات التي يوجه المكري والتي يسببها أو يكون السبب الذي على أساسها أرد أن يضع حداً للعلاقة الكرائية لكي يكون السبب ببني على التماطل أو أن المحل أو أن العقار هو المحل أيل للسقوط إذن في هذه الحالة فإنه ينبغي أن يتم تسبيب الإنذار بأن المحل مكتماطل يعني أنه كما قلنا في الأول أن المكتري لم يؤدي لأكثر من ثلاثة أشهر لأن القانون الجري اشترط أنه لا يمكن أن تحدث عن التماطل إلا إذا كان هناك عدم أداء لأكثر من ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر فما فوق أو أن المحل مثلاً أيل السقوط إذن في هذه الحالة يعطي داخل الإنذار أو يشير في الإنذار إلى أنه مسبب بهذه السببين زائد أجل خمسة عشر يوم يمكن المكتري من أجل خمسة عشر يوماً لقبل اللجوء إلى المحكمة هناك أجل ثاني منصوص عليه كذلك في الفصل 26 وهو المتعلق بباقي الأسباب المؤدي للإفراغ وهو المتعلق بثلاثة أشهر بمعنى أنه ينبغي أن يتضمن الإنذار أجل ثلاثة أشهر إذا كان مثلاً المكري يريد وضع حد للعلاقة الكرائية من أجل استرجاع المحل مثلاً لاستعمال الشخصي أو من أجل الهدم وعادة البناء أو من أجل التعلية أو توسيع أو لكون هناك سبب جدي مترتب على أن المكتري أخلى ببنود العقد ومثال ذلك مثلاً عندما يقوم تغييرات جوهرية دون إذن المكتري المكري وفيها ميسس بالعقار أو كذلك كما ترى إذا قام بتغيير النشاط التجاري إذا كان العقد يتضمن الاتفاق على نشاط معين دون موافقة المكري إذن في هذه الحالة هي الحالات التي ينبغي فيها أن يكون الإنذار الموجه للمكتري والذي على أساسه يريد إنهاء العلاقة الكرائية ينبغي أن يشار فيه إلى أجل ثلاث أشهر كأجل يمنح للمكتري من أجل الإفراغ إذن فبتوفر هذين الشرطين في الإنذار يمكن أن ينذك اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة من أجل طلب المستدقة على الإنذار بالإفراغ هناك نقطة أخرى ينبغي أن نناقشها وهي المتعلقة بالجهة التي لها صلاحية أو القوة القانونية لكي توجه الإنذار إلى المكتري فخلاف ما كان سائد في القانون السابق أو ظاهر 24-255 والذي طرح نقاش حول حقية المفوضين القضائيين في تبليغ الإنذارات أو الإجراءات المرتبطة بظاهر 55 ذلك أن ظاهر 55 كان ينص على أن الجهة التي لها صلاحية تبليغ الإنذارات أو الإجراءات متعلقة بظاهر 24-255 هي أعوان تبليغ في المحكمة أو تبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع الشعب التوصل أو عن طريق ديبلوماسي يعني أن المحاكم كان هناك اختلاف من يخص الإجراءات القضائية كان هناك من يعتبر أنه تبليغ عن طريق مفوض القضائي فيه مخالفة لظاهر 955 مدني أنه الظاهر لا ينص على المفوضين القضائيين وعلى اعتبار أنه مطافية للحال وهناك ظاهر المنظم المفوضين القضائيين جاء بعد دخول قانون ظاهر 24-255 وهناك محكمة أخرى اعتبرت بأن هذا إضافة بالنسبة للقانون المنظم للمفوضين القضائيين هو إضافة أو تعديل بشكل ضمني لظاهر 255 وهي أعطي مصطلاحية لتبليغ إنذارات وهناك تضرب في مخص الاجتهاد القضائي والقانون الجديد قانون 16-40 جاء لك يجيب عن هذا السؤال ونص على أن الجهة التي لها صلاحية توجيه الإنذارات أو تبليغ الإنذارات والإشعارات وغيرها من إجراءات المصوص عليها في القانون 16-40 هم يتم تبليغ عن طريق أو بواسطة مفوضين قضائيين أو تبقى الإجراءات المنصوص عليها في قانون مصطرة المدنية ومن طبيعة الحل من الإجراءات المنصوص عليها فيما يستبليغ في القانون مصطرة المدنية وكل يعلمها وتبليغ عن طريق أعوان تبليغ بالمحكمة أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعاب التوسر أو عن طريق الديبلوماسي إذن هذه هم الجهات التي لهم صراحيات توجيه أو تبليغ الإنذارات في إطار من أجل وضع حد للعلاقة الكيرائية في طريق قانون 16-49 هنا نبغي الإشارة كذلك فيما يخص بعض الإجراءات المرتبطة بالأجل والتي جاء بها القانون الجديد لكي يحد من تعسف المكري في اللجوء إلى المصطرة أو التماطر أو الإهمال الذي يمكن أن يرتب ربما ضرر نفسي أو اقتصادي على مالك الأصل التجاري أو المكتري وهي أن القانون الجديد يشترز من أجل المصدقة على الإنضار بالإفراغ أو سلوك دعوة المصدقة على الإنضار بالإفراغ أن المكري ملزم أن يتقدم بالدعوة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإنضار بمعنى أنه عندما يوجه مكري إنضار إلى مكتري مسبب مثلا بالتماطر وعدم أداء فإنه ملزم ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإنضار أن يتقدم بدعوة المصدقة على الإنضار داخل أجل ستة أشهر كما قلنا يبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإنضار تحت طائرة سقوط حقه في طلب المصدقة على الإنضار إذن فالعمر القانوني للإنضار أو الأطر القانوني للإنضار هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإنضار مع الإشارة إلى أن القانون نص على أنه إذا سقط الحق في اللجوء للمحكمة من أجل المصدقة على الإنضار بفوضة الأجل فإن المكري له الحق أن يوجه إنضار آخر ويطلب المصدقة عليه بناء على المصدقة جديدة إذن فهذه بين المقتضيات التي أتى بها هذا القانون الجديد فيما يخص الشق المتعلق بالإنضار ومن طبيعة الحال هناك مقتضاء آخر مرتبطة كذلك بالشرط الشكلية المرتبطة بتبليغ الإنضارات أو إنضار في طرق قانون 16-40 وهي المتعلقة بتعضر تبليغ الإنضار في الحالة تكون فيها المحل المغلق باستمرار فعكس ما كان السيدا في ظاهير أبو عشيمائي 255 أو كذلك في طرق مصدر المدنية بصفة عامة فإن القانون الجديد جاء بمقتضى جديد يتعلق بتبليغ الإنضارات وهو أعطى إمكانية أنه في الحالة التي يكون فيها أو يتعضر فيها تبليغ الإنضار لكون المحل مغلق باستمرار فإنه أجازة للمكري إقامة دعوة مصدقة على الإنضار بإفراغ بعد مورور الأجل المعينة في الإنضار اعتباراً من تاريخ تحرير محضر بذلك أو محضر بكون المحل مغلق باستمرار فهذه الإمكانية أمكن المشريع المكري من سلوك دعوة مصدقة على الإنضار بإفراغ في الحالات التي يكون فيها المحل مغلق باستمرار وطرح الآن نقاش على المستوى المحاكم الموضوع فما المقصود بمعنى كيف يمكن أن تأكد بأن المحل مغلق هل ينبغي أن تكون عبارة المحل مغلق باستمرار منصوص عليهم طرف المفوض القضاء مثلاً ما الذي قام بإجراء التبليغ أم أنه ينبغي أن يقوم من محاولات متكررة ومتعددة في أوقات مختلفة لكي نتأكد من كون المحل مغلق باستمرار أو هل ينبغي أن الإدلاء بمحضر معينة يثبت بكون المحل مغلق باستمرار هذا نقاش لا زال جديد ولا زال طريق كما يقال فيما يخص العمل القضائي إذن فربما محكمة التجارية بالضربدة تصير في اتجاه أنه ينبغي الإشارة من طرف المفوض القضائي إلى محضر تبليغ الإنضار إلى أنه تعذر تبليغ الإنضار لكون المحل مغلق باستمرار وربما بعد قيامه بالعديد من المحاولات في تواريخ مختلفة إذن هذا مقتضى جديد جاء لكي يضع حل لبعض الإشكاليات التي كانت مرتبطة بتاع السوف المكتري في حق المكري خاصة عندما يكون هناك مكتري سيئ النيابي حيث يقوم بإغلاق المحل ويغادر إلى وجهة المعلومة في هذه الحالة كان المكري ملزام بسلوك مستهارات القيم وغيرها من الإجراءات التي كانت تدوم لسنوات إذن هذه هي الإجراءات المرتبطة بالإنضار وشروط تبليغه ولمنصص عليها في المادة 26 من طبيعة الحال من قانون 16 صدور به المنظم لكيراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي من طبيعة الحال عندما توفى هذه الشروط مع العلم أنه إذا غاب شرط من هذه الشروط بالنسبة للإنضار فما صاره بطل الإنضار وعدم قبول الدعوة طبيعة الحالة إذا توفرت هذه الشروط يمكن للمكري اللجوء إلى المحكمة في طر مسترة دعوة المصدقة للإنضار بالإفراء وهنا ينبغي أن نتير أن هناك أن هناك إشكالية قانونية مرتبطة بالجهة القضائية المختصة لبعن أنه بعد التوفر ينبغي التمييز بين الجهة القضائية المختصة ذلك أن هناك مساطير يختص فيها رئيس المحكمة باعتباره قد مستعجلت وهناك مساطير تختص فيها رئيس المحكمة بصفته تلك وهناك مساطير تعود إلى محكمة الموضوع فيما يخص اختصاص رئيس المحكمة باعتباره قد مستعجلت فهناك الانضارات أو رفضة جديد أو وضحة للعلاقة الكرائية التي يكون سلبها المحلات الأيلة للسقوط أو بعض الإجراءات المرتبطة بممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة أو الإجراءات أو المصطرة المرتبطة باسترجاع المحلات المهجورة أو المغلقة أو مصطرة استعجالية مرتبطة بوجود الشرط الفاسخ في العقد إذن هذه الإجراءات أو هذه المساطير يعود اختصاص فيها إلى السيد رئيس المحكمة المختصة باعتباره قد مستعجلت هناك حالة أخرى يعود اختصاص فيها أو ينبغي فطر الدعوة اللجوء إلى رئيس المحكمة باعتباره بصفته تلك وهي المصطرة المتعلقة بالإفراغ الموقت من أجل توسيع أو تعالية المحل إذن فهذه كذلك يختص لبد فيها رئيس المحكمة بصفته تلك باقي القضايا أو الدعوة فهي تعود أو يعود اختصاص فيها إلى المحكمة الموضوع بطبيعة الحال ففي جميع الحالات فالمحكمة المختصة والجهة القضائية المختصة فدوروها هنا عكس ما كان سائدا في ظهير 24 مايه 1855 والذي كان هناك تضارب ذلك أن رفض التجديد هل كان يعني أو الدعوة ببطلان ببطلان الإنظر مثلا أو عدم صحة نسبة لديبوني الإنظر أم أنه رفض جديد يترتب عنه بصفة نهائية إنهاء العقد و يعطاء أو تقدم بالتعويد للجهة المتضررة نتيجة تعالي تشوف مثلا المكري في سلوكه المصدارة هذا كان النقاش وكان هناك تضارب قضائي حول مجلس الأعلى أن يجيب من خلال ربما سلوك اعتبار بأنه عدم تجديد العقد هو إلهاء كل للعقد يترتب عنه تعويد الكامل في حالة تعسف أظن أنه بالنسبة القانون الجديد فمقتضيته واضحة أن دور المحكمة هو التأكد من صحة السبب الذي بني عليه الإنظار فإذا كان السبب الذي بني عليه الإنظار وجيه فإن نتيجة ستكون المصدقة على الإنظار بالإفراغ أما إذا لم يكن السبب الذي بني عليه الإنظار وجيه أو مخالف للقانون فالأكيد أن المحكمة دور هنا القول والحكم برفض الطلب مع استحضار أنه يمكن لها إذا ما تمسك أحد الأطراف ب كون الإنظار مثلا يتوفر على الشرورة القانونية فيمكن أن تحكم بعدم قبول الطلب سوى بالنسبة للطلب الأصلي أو حتى بالنسبة الطلب المضاد إذا تقدم به المكتري في مخص دعواء تعود مثلا إذن هذه هي الإجراءات التي لها علاقة بالدعواء مع العلم أننا عندما نناقش هذا القانون فإنه أثناء اللجوء إلى دعواء المصدقة على الإنظار بالإفراغ فالمكتري مكنه المشرع اللجوء أثناء جري المصدر بتقدم بمقال مضاد أو دعواء مضادة رامية إلى الحصول على التعويد أو المطالب بالتعويد في طلب المكتري المادة سبعة أو حتى كذلك في التعويد المؤقت في اختفتر مقدارات الأخرى المنظمة لتوسيع متلاً أو التعلية إذن فيمكن للمكتري أن يتقدم بطلب موضاد رامي إلى التعويد الكامير أو التعويد بإذن 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 وإذن هذا المقال المضاد يمكن أن تقدم بها كمقال مضاد أثناء جريان مصدرات المصدقة على الإنظار بإذن ويمكن أن يتقدم بها في دعوة مستقلة بطبيعة الحال مع احترام أجل منصوص عليه في هذا القانون أي أن بغي أن يتقدم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ في هذا الحال أن المشرع ألزمه إذا لم يتقدم بدعوة المطلب التعويد كما قال مضاد أثناء جريان دعوة المصدقة لإنضاء الإفراغ فيمكنه أن يتقدم بعد صدور الحكم بالإفراغ بدعوة المطلب التعويد سواء أصلي أو احتمالي ولكن داخل الأجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي مع استحضار أن القانون نص على أن هذا الأجل يمكن تطبيقه في الحالات التي يكون فيها الإفراغ من أجل هذا المؤعد البناء أو من أجل التعلية أو إذا كان المحل مثلا أي السقوط إذن فهذه لا يمكن أن تحدث فيها أو النص القانوني لم يشترط تقدم داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وهو أجل شهور من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي إذن هذه هي الإجراءات باختصار المرتبطة بمصطارة المصدق على الإنظار بالإفراغ كوسيلة وحيدة وكإجراء آمر لإنهاء تجديد أو لإنهاء العلاقة أو وضع حد للعلاقة الكرائية في طرق قانون مضدن أو كراء العقارات والمحلات المخصصة لإستعمال التجاري أو الصناعي هناك نقاش الآن سوف نتناول فيه أو نقاش آخر سوف نتناول فيه إجراءة تنفيذ الحكم لإفراء ذلك أن القانون الجليل جاء بمجموعة من الإجراءة مع استحضار نقطة ينبغي الإشارة إليها وهي أن المكري الذي يلجأ إلى دعوة المصدقة عند الانظار بإفراغ لوضع حد للعلاقة الكرائية فهو ملزم بإخبار الدائنين المقيدين بصفة نظامية بالنسبة المحلات التي يستغل فيها أصل التجاري فالقانون الجليد نص على أنه هو ملزم قبل أو ملزم بتوجيه طلبه إلى الدائنين المستجلين بصفة نظامية مقيدين بصفة نظامية في استجال التجاري وبنسبة المحلات التي يستغل فيها أصل التجاري والقانون كذلك أوضح بشكل جلي مقتضى الذي كان ربما تم وضعه من طرف العمل القضائي من خلال تفسيره لفصل 112 من مدوء التجارة هذا الفصل الذي كان ينظم بسألة دروة إبلاغ الدائنين المقيدين بصفة نظامية في استجال التجاري بسبب المحل الذي يراد إفراوه من الذي يستغل فيها أصل التجاري فالفصل الجديد جاء أو حصر الدائنين المقيادين في الدائن الذي يتوفرون على امتياز البائع أو الرهم على الأصل التجاري هذا التقنين هو تقنين لإجتهاد قضاء كان سائدا الذي كان يستثني الدائنين العاديين من استفادة مقدارة المادة 112 وكان يقتصر فقط على أن هذا الفصل يتعلق بالدائنين الذين لهم ديور امتيازية أي امتياز البائع والرهن على الأصل التجاري هذا القانون قلت اشترط ضرورة تبليغ الدائن المقيادين الذين لهم امتياز الديون امتيازية قبل او تدروا تبليغهم بسلوك مستارات الافراغ اذا سوف ننتقل الآن الى الحديث عن اجراءة تنفيذ الحكم بالافراغ ذلك ان الحكم لم يكن كما كان سابقا غير مقيد بل ان المستفيد من الحكم بالافراغ المكري المستفيد من حكم بالافراغ هو ملزم بقيام بمجموعة اجراءات وداخل اجر قانوني او منصوص عليه في القانون اولها هو انه اذا كان الحكم قد نص على تعويض معين فهو ملزم قبل سلوكه مستارات التنفيذ ان يضع المبلغ المحكم به بصندوق المحكمة او بكتاب الضبط وهو ملزم كذلك ان يسلك مستارات التنفيذ داخل اجر ثلاث اشهور من التاريخ الذي يصبح في الحكم قابل للتنفيذ بمعنى ان التنفيذ لم يعد مطلق بل هو مقيد باجل معين وهو ثلاث اشهور من تاريخ سيروات الحكم من كونه قابل للتنفيذ اذا فهو المستفيد من الحكم المكري هو ملزم بوضع التامن قبل قيام اجراء التنفيذ وملزم مبلغ تعويد المحكم به وهو ملزم كذلك ب سلوك مستارات التنفيذ داخل اجل ثلاث اشهور من تاريخ سيروات الحكم او تاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابل للتنفيذ اذا هذين اجراءين لابد منهما فيما يخص عدم وضع مبلغ التعويد فمطبع الحال لا يمكن ان تتم عندك التنفيذ مع عصد احضار انه في الحال التي يكون فيها المكتري لم يلجأ الى مستارات لمطلب التعويد الى بعد صدر الحكم الرامي الى المصدق عنده الافراغ فمطبع الحدي المستارات لا توقف اجراء التنفيذ اذا حدث فقط في الحال التي يكون فيها الحكم قد نص على مبغ التعويد اما اذا كانت هناك مستارة رائجة فهذه مستارة لا توقف اجراء التنفيذ هذه الاجراءات الواجبة الاتباع فيما يخص من طرف المكري فيما يخص تنفيذ الحكم القاضي بالمصدقة على انضرب الافراغ هناك نقطة اخرى لها علاقة باستفادة المكتري من حقه في الحصول على مبلغ التعويد الموضوع لفائدته بكتاب الضبط فالقانون الجديد نص على مقضاية معينة الهدف منها هو حماية حقوق الدائنين المقيدين بصفة نظامية او لهم حقوق على الاصل التجاري ف في هذا الاطار فالقانون الجديد نص على انه لا يمكن للمكتري استخلاص المبلغ المودع لفائدته إلا بعد إدلائه بشهادة من كتاب الضبط تفيد خلو الأصل التجاري من تقييدات من كل تقييدات بالنسبة للدائنين وإذا كان هناك دائنين مسجلين مسجلين سواء دائنين عاديين أو لهم ديون امتيازية مسجلين بصفة نظامية ولهم حقوق على الأصل التجاري فهو ملزم بتبليغهم بكون أن وقع الإفراغ وأن مبلغ تعويض موضوع بصندوق المحكمة ملزم بتبليغهم بهذا إجراء وضع المبلغ تعويض في صندوق المحكمة كتاب الضبط ويعطيهم أجل 15 يوما للقيام بإجراء التعرض فإذا مرت 15 يوما دون التقدم بالتعرض فيمكن أندك أو إذا كان الأصل التجاري متقل بتقييدة فيمكنه أندك الحصول على مبلغ تعويض أما إذا كانت هناك تقييدة وقام أصحبها بالإجراءات المنصوصة عليها في ترموض المقدمة 84 من مدوض التجارة أي أنهم إذا تقدموا أو الدائن إذا تم تبلغهم إذا تقدموا بتعرض على إذا التامن مع احترام طبعا كما قلت الإجراءات المنصوصة عليها في مقدمة المادة 84 من مدوض التجارة وهو التقدم بتعرض يشار فيه تحت إسبوط يشار فيه إلى إثمت الدين ومبلغه وسببه وكذلك عنوان المتعلق أو العنوان بالنسبة لهذا الدائن الذي يمكن تخبر معه داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية مع العلم أنه نبغي إشارة كذلك إلى أن المكتري هو ملزم بالتبليغ الدائني في العنوان المذكور بالنسبة التقييدات التي قاموا بها إذا في العنوان المشارئي في التقييدات التي قاموا سواء كانت حجوز حفوظية أو حجوز نفيدي أو رهون فالعنوان المشارئي في العقد أو الأمر بالحجز هو الذي ينبغي أن يقوم بتبليغهم فيه بالنسبة للمكتري إذا قلت فإذا كانت هناك إذا تقدم الدائنين أو الدائنون بطلب التعرض فيمكن أن تقدمه عن طريق رسالة مضمونة أو عن طريق كتاب مؤشر عليه ويحصونه بواسطه عن وصل من طرف كتاب الضبط فبطبيعة الحال أنه لا يمكن في هذه الحالة استخلاص بالتعويض إلا بعد القيام بإجراءات المتعلقة بالتوزيع المبلغ والتوزيع المحص المصوص عليه في مدون التجارة إذن هذه كلها إجراءات الهدف منها هو حماية حقوق الدائنين بالنسبة للأسول التجارية التي يتم إفراغها والتي يكون فيها مبلغ تعويض موضوع لفائدة المكتري بطبيعة الحال بصندوق أو كتاب الضبط بصندوق المحكمة أو كتاب الضبط كما قلنا سابقا إذن هذه هي مجموعة من الإجراءات المرتبطة وهي في أغلبها إجراءات أميرة مرتبطة بعدم أو وضع حد للعلاقة القرائية من طرف المكري وهي منصوص عليها في القانون الجديد وكما قلنا بأن هذه المقتضيات كان الهدف منها هو وضع حد لمجموعة من الإشكاليات أو الصعوبات أو عدم التوازن داخل عقد الكراء التجاري أو الصناعي أو الحرافي والذي كان منطبط الحال في طر الظهر السابق أو القانون السابق وهو ظهر 24 ماي 1955 حولنا خلال هذه الحصة أو هذا الجزء أن نتناول الإشكاليات أو الإجراءات الواجبة للاتباع لوضع حد للعلاقة الكرائية وقولنا أنه عكس ما كان السائد سابقا فإن الذي له الآن المبادرة هو المكري بمعنى أنه يقوم بالإجراءات المتعلقة لوضع حد للعلاقة الكرائية عكس ما كان السائد سابقا وفق إجراءات أميرة منصوص عليها سواء في منخص الإنضار وشكليته أو كذلك دعوى المصادقة وشكليتها أو دعاوى التعويض وأجلها وغير ذلك وكذلك الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ووضع المبلغ التعويض وتنفيذ داخل أجل قانوني معين وكذلك الإجراءات المرتبطة بحماية حقوق الدائنين ذلك أن المكتري الموضوع لفائدته مبلغ التعويض هو ملذام بالقيام بمجموعة من الإجراءات لكي يخبر الدائنين المقيادين بسيطة نظامية لكي لا تضيع حقوقهم إذن بهذا نكون قد أنهينا النقاش المتعلق بالإجراءات والمقتضايا القانونية المنصوص عليها في قانون 16-49 والذي حاولنا أن نتطرق في أكثر من 8 حصص أو 8 أجزاء لمختلف مقتضايا أقول القولي هذا أشكر الجميع على التفاعل وعلى المتباعة وعلى الملاحظة التي تم إبداؤها بنسبة للحلقات السابقة وإلى أن نلتقي في موضوع آخر سوف نحدده مستقبلا إن شاء الله أتمنى لكم صحة جيدة وإلى اللقاء